وجهة نظر الشخصية يعني ضربة الجزاء ضربة الجزاء بتاعت نادي الزمالك الاولى بتاعة الكهرباء انا اشوف انها ضرب الجزاء يعني اشوف اميل انها ضرب الجزاء رغم ان المحللين قالوا انها مش ضرب الجزاء اللي كان في الديال الرابعة او الديال الخمسة حاجة كده يعني انا اميل انها ضرب الجزاء فيه دفع من الدفع يعني طالما كتف في كتف يعني لو فيه كتف في كتف ماشي لكن كتف في بطن يعني أنا ميل إن كهرباء في أول أربع دقايق أو خمس زي له ضرب الجزاء لكن ضربة الجزاء التانية لا يعني ضربة الجزاء التانية ما لهاش علاقة خالص بضربة الجزاء خالص ده واحد عامل كده يعني زي ما أنت مثلا ممكن تكون واقف كده بتحيل عالم مثلا تمام فإيديك هتروح فين وطارق سامي خلاني مبارح بالليل عملت حاجة عجيبة جدا سيد عبد الحفيز اعتذر لسيد عبد الحفيز أنا اعتذرت ليه؟ أنا اعتذرت ليه؟ ليه؟ لأن كنت شوف في طارق سامي من أحسن حكام مصر كنت شوف كده لكن أنت هتبقى أحسن حكام في مصر إيه الوقت اللي ممكن تبقى من أحسن الحكام في مصر؟ لما تكون بتتعرض لضغوط بتتعرض لضغوط فالرجل ماستحملش ربع ساعة يعني طارق سامي ماستحملش ربع ساعة وفي واحدة يعني برضو معلش أنا هعرضها لك دلوقتي لأنها صعبة قوي صعبة جدا عشان كده خلاني اعتذرت له ليه بقى؟ لأن فرجالي ساسي عمل واحدة وحشة قوي قوي مع طارق سامي وحشة جدا بس طارق سامي بس طارق سامي ماقدرش أبدا أنه هو يديه لأنظار التاني لأنه كان عنده أنظار أول ففي ديئة تقريبا تقريبا في ديئة 62 أو 63 74 قبل الجول حتى أوه ضربت الجزاء بديئتين 2 في فاول على محمود علاء اللي أنا بقول له برضو يعني محمود علاء أنا يعني ممكن تسجون جامعتني به مرة مكالمة ولا حاجة أخلاوها هايلة جدا 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 لكن قال كلمتين 3 للكاسونجو يعني مش مشكلة لكن في النهاية عادي يعني ما فياش مشكلة ففرجاني ساسي مسك إيد طارق سامي مسكه يعني لما صفر فاول على نادي زبالك في الديئة 74 في الديئة 74 عشان بتصفر فاول فبتتوجه إيدك يا كده يا كده يعني يا كده على فريق يا كده على فريق فطارق سامي عمل كده بالضبط فرجاني ساسي رح مسك إيده هنا الاتنين بس الكاميرا كانت بعيدة شوية الكاميرا كانت بعيدة شوية فانا اقول ليه ان انا كان هي دي هي دي هو عنده انظار في الشروط الاول واحنا في الديار 94 الواقع ده خد فاول من محمود علاء طارق سامي بيحسب فاول في اتجاه الفرقة المرتكبة الفاول فرجاني ساسي راح ماسك ادي في الديار 74 على طول اي احتكاك او اي لمس او اي يعني مسك بالايد بالتشيرت باي حاجة على طول انظار تاني انظار تاني هي كانت فاول في الاساس بس هو بيحسب يعني بيدي في الاتجاه اللي تتحسب عليه كورة يعني الحكم ففرجاني ساسي طارق سامي حسب فاول فرجاني ساسي مسك اديه لكن انا اقول كده ليه بقى تعالى بقى فانا اعتذرت ليه لان انا كنت اشوف في طارق سامي ان شخصيته اقوى من كده خلي بالك انا بقول الكلام ده وانا بقول ان كهرباء كتير جدا طلعوا من المحللين وقالوا ان كورة كهرباء في الديار 5 او 6 مش ضرب الجزاء انا اقول لك يعني انا لو دي محسوبة على الاهلي هقول ضرب الجزاء او للاهلي هقول ضرب الجزاء انا ميل ان كورة كهرباء في الديار 5 تمام الدفع ده كان دفع كتف مش في كتف وكانت كهرباء اقرب لكورة فلوه ضرب الجزاء فيما يخص ضربة الجزاء بتاعت ناد الزمالك ليس لها اي محل من الاعراب خالص ولا اعرب ما تحته خط ولا اعرب ما ايدك في صدرك ولا اعرب ما فيش يعني ما فيهاش حاجة خالص 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 اطلاقا يعني وطارق سامي يعني الضغوط عنده واضح انها بتأثر عليه قوي كنت ميل ان هو شخصته اقوى من كده فطارق سامي عمل الصعب بالنسبة لي اللي هو سيد عبد الحفيز اعتذر لسيد عبد الحفيز بسبب طارق سامي لان انا كنت متخيل ان شخصته اقوى من كده وان هو يتحمل الضغوط ده ما تحملش ربع ساعة وموقف فرجاني ساسي اللي محدش خد بالو انه خالص اساسا يوضح مدى شخصية طارق سامي لو هو راجل يعني يعتز بنفسه لان هو عملها قبل كده مع المأولين العرب انت ترطى احمد علي في كلمتين ما حد يمسك ايدك بالشكل ده او المهين ده ليه ما تديروش انظار حتى يا راجل فانت تقولي لليه كو اللي عليك طارقت احمد علي عشان قال كلمتين احمد علي لعب المأولين العرب في المباراة مع المباراة كانت ما بين الاهل والمأولين العرب ما استحملش على نفسك كلمة طب ازاي تستحمل على نفسك واحد يمسك ايديك كده ازاي يعني يعني أنهي منطق ده يعني فأمين لي ده